بعد الكويت فرضت عليكم شروط قاسية طردتم أن توافقوا عليها تحت عنوان حج الغالب على المغلوب يرها وبالتالي ببذات مع الكويت من حقول المشتركة إيران قام يا هل يجي يأخذ ورش من العراق إلى الآن العراق يدفع تبعاته أو ثمنه العراق حايت نصير بالتسعينات أصبح الآن العراق حايت نصير بالتسعينات من بعد غزو الكويت أها غزو الكويت كان غلط أنا قلتها من البداية وما كان لازم يتخذ هذا الإجراء لكن اتخذ أنت شنو كان عنوانك بالتسعينات أنا قد تستغرب أنا بشهر العاشر أعفيت من منصبي عشرات سميع آآ يعني بشهر العاشر أما من صارت الحرب أنا بيش نفر دخلت هاي المفاوضات أو جزء من هاي المفاوضات كنت شاهد عليها لا لا نهائيا باجتماعات القيادة لما كنت تقعدون إلى حد شهر العاشر تسعين تسعين بس أنا شخصة ولهذا وراها يعني مطلع من خلال ما يصل من معلوماته على هذا الجال ما أدري إلى أي مدى ممكن أن تتفق أو تختلف ما الآن يقال أن الحكومات التي جاءت بعد 2003 ورثت تراكمات خطيرة وهذه التراكمات أثرت كثيرا على وضع العراق هيتش الولد يقولون وبالحقيقة بالتسعينات مثل ما انتقلت العراق حياة نصيص القرارة 833 ترشب الحدود مع الكويت اللي كان البارحة عادو صار صديق صار أكو تخبط سياسي وعشوائية في الإدارة إلى حد كثير استمرت معنا إلى الآن ندفع ثمنها هذا الذي يقال إلى أي مدى تتفق معنا لن نستخدم ما جرى سابقا كشف معها كشف معها والله صار الغزو وبالتالي يجب أن نتنازل عن كذا نتحدث عن الكويت الكويت صار بها تعدي واضح موضوع رسم الحدود خطأ في خطأ في خطأ مجلس الأمن ما إلى صلاحية نهائية والعراق رفض بالوثائق موجودة رفض هذا القرار لكن شي سوي بذاك الوقت حصار الحصار موجود وأمريكا موجودة وبالتالي جدت الكويت وأخذت من الأرض وأخذت من المياه وما زالت تأخذ يعني إحنا همينها شوية نقول من الكويتين هلا هلا يعني لا تشوفون العراق يجي بعده ترى العراق والله يجي يوم ينهض العراق يجي يوم ينهض طبعا أنا دائما أقول هذا وبالتالي لا تدوشون زايد ومع الأتراك ومع الأمريكا والله مولي مصلحتكم وهذا كلامي أقوله ويا كل الدول المجاورة أقوله حتى ويا إيران أقوله حتى ويا تركيا هذا ضعف العراق اليوم لا يعني رح يستمر بيانا إلى أبد الأبنين رح يجي يوم الشعب العراقي ينهض ينهض ويرفض عنه هاي التنازلات اللي أجبر عليها سواء كانت اقتصادية سواء كانت مالية سواء كانت عسكرية سواء كانت حدود ما يشير احنا لا نستطيع أن نفرض أي دولة تكون جيرانا احنا لازم نتعايش ويا إيران فبالتالي بالحسنة هتوصل من قبل الطرفين وكذلك هو الكويت وكذلك هو سوريا وكذلك هو تركيا وغيرها ما يصير يعني أنا أدوش أدوش زايد اشتركوا في القناة